من ماريو بول فروا من جحيم القصف قبل أن تختفى أرواحهم ضربات الطيران الحربي الروسي وآلف آخرون ما زالوا مختبئين في الملاجئ ينتظرون مصيرهم لقد اختفت شقتنا وسيارتنا كان مستحيلا للخروج حتى من الطابق السفلي توجد هناك جثث كثيرة منذ أيام هناك رائحة كريهة الوضع مرعب للغاية القنابل تسقط باستمرار والقذائف لا تتوقف بلدية ماريو بول قالت إن الطائرة الروسية تلقي عشرات القنابل في اليوم على المدينة بينما لم تعرف بعد حصيلة القصف الذي استهدف مصرح ماريو بول حيث كان يحتمي مئات الأشخاص معظمهم نساء وأطفال ومسنون نحاول النجاة بطريقة ما لا أستطيع أن أخبر والدتي بأنني على قيد الحياة والدتي تعيش في ماكيفكا لا توجد اتصالات ولا يوجد أي شيء وزارة الدفاع الروسية نفت أن تكون قواتها قد قصفت المصرح ملقية المسؤولية على كتيبة أزوف القومية الأوكرانية والتي سبق أن اتهمتها بقصف مستشفى الأسبوع الماضي المدينة التي تحاصرها القوات الروسية والانفصاليون الموالون لموسكو وتعيش منذ أيام تحت قصف الطيران الروسي بلغ عدد ضحايا صراع فيها أكثر من ألفين مدني تقول السلطات المحلية في ماريو بول في الوقت الذي يحصد فيه القصف الروسي على أكراني أروح المدنيين تخرج تصريحات من هنا وهناك تسعى لدفع من أطلق شررة الحرب إلى مائدة حوار قد تخمد ربما له بصراع تحرق ناره المدنيين العزل قبل غيره